قرار جديد يجعل السوريين في تركيا في خوف متزايد لا سيما هؤلاء الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة فوال اسطنبول قال كلمته وأصدر بيانا بشأن استمرار اعتقال وترحيل من لا يملكون الكيملك البيان هنا على الموقع الرسمي لولاية اسطنبول التركية يؤكد مواصلة السلطات التركية إلقاء القبض على الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية واتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم بهدف ما قال عنه إنه مكافحة الهجر غير الشرعية ما سيعرض المئات لخطر الإعادة قصرا إلى سوريا وهو ما تحذر منه الأمم المتحدة القرار التركي الرسمي أعطى السوريين الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير اسطنبول ويعيشون فيها مهلدا حتى العشرين من شهر آب المقبل حتى يعودوا إلى محافظاتهم التي استخرجوا منها الكيملك والذين لا يعودون طوعا سيتم ترحيلهم إلى تلك المحافظات الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما تم التأكيد على ضرورة استخراج إذن السفر حيث ستقوم السلطات بالتدقيق في المطارات ومحطات المترو والبساط وفي الطرق بشكل دائم وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن السفر إلى المحافظات المسجلين فيها